المخاوف الدولية بشأن عودة قوية للتنظيمات الإرهابية إلى أفغانستان بعد انسحاب الناتو بدأت تتنامى شيئاً فشيئاً لا سيما بعد تصريحات جديدة لمسؤولين عسكريين من الولايات المتحدة التي وصف انسحابها بالفوضوي وغير الملائم بسبب عدم إكمال المهمة قائد القيادة المركزية الأمريكية فرانك ماكينزي تحدث صراحة عن نمو تنظيم القاعد الإرهابي بأفغانستان وإن كان بشكل طفيف على حد وصفه وذلك بعد مغادرة القوات الأمريكية البلاد مشككاً بوفاء حركة طالبان بوعودها حول قطع العلاقات مع التنظيم الإرهابي وخلال مقابلة له مع وكالة أسوشيتد بريس بالبنتاجون قال ماكينزي إن رحيل الأصول العسكرية والاستخباراتية الأمريكية من أفغانستان زاد من صعوبة تعقب القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى هناك ما يعني صعوبة ضمان عدم تشكل هذه التنظيمات في أفغانستان قائد القيادة المركزية الأمريكية أكد أن تنظيم القاعدة يحاول إعادة بناء وجوده في أفغانستان التي خطط من خلالها لهجمات الحادي عشر من أيلول سبتمبر عام 2001 وبحسب ماكينزي فإن تنظيم داعش الإرهابي عاد للنشاط مجدداً بإطلاق سراح العديد من عناصره من السجون الأفغانية بعد سيطرة طالبان على الحكم في منتصف آب أغسطس وتقول واشنطن إنها ستعتمد على الضربات الجوية للرد على أي تهديدات إرهابية إلا أن ماكينزي أشار إلى صعوبة ذلك في ظل عدم توفر المعلومات الاستخباراتية وقبل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان قال قائد القيادة المركزية الأمريكية فرانك ماكينزي وغيره من كبار المسؤولين العسكريين ومسؤولين بالأمن القومي إن الانسحاب سيعقد جهود التصدي لتهديد القاعدة بسبب فقدان المعلومات الاستخباراتية على الأرض وغياب حكومة صديقة للولايات المتحدة في كابل